اشتركوا في القناة ان الوزير الامريكي نقل للسيد الرئيس تحيات رئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا اهمية الشركة الاستراتيجية المصرية الامريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الامن الاقليمي وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الاوضاع في الاراضي الفلسطينية حيث تم تبادل وجهة النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف اطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير انفاذ المساعدة الانسانية وقد حرس السيد الرئيس في هذا الاطار على التجديد على اولوية التدخل الحاسم لازالة العراقيل امام ادخال كميات ضخمة من المساعدات الى اهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية بالاضافة الى ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين وفي هذا السياق اكد الجانبان ان حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والامن المستدامين كما تطرق اللقاء الى تطورات المشهد الاقليمي حيث اكد السيد رئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه اقليميا مشيرا الى ضرورة تحلي جميع الاطراف بالمسئولية ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له مشددا على حرص مصر على امن لبنان واستقراره والسيادته وقد تم التوافق على تكسيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والامن الاقليميين اللقاء تطرق كذلك الى جهود تطوير العلاقات الثنائية حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بنعقده خلال زيارة وزير الخارجية الامريكية الجارية لمصر وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين كما عقدت سيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع الفريق اسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء التحديات الرهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهمياتها للصدامة واستقرار سلاسل الامداد وحركة التجارة العالمية حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ أليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الرهنة في البحر الأحمر كما تم استعراض صبول رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استعداد حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلأم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية وظروف الطارئة على حد سواء وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المرة وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الأصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة فضلاً عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لأصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية كما تبع سيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية وقد وجه سيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع معصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال ظروف الطريقة وغير الاعتيادية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر